اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في اي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الامور او عركستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة ومعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حداث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود نرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعلى التفجيرات وعلى الحريق وعلى النار وعلى الانقلابات ثورات امور الها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك في تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة في احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا منذكره يوم خمسطعش الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ اورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع عملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاءل الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم 16 يوم 16 في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو الو علاقة بالجيش والو علاقة بالحرب والو علاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او 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 اووضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر اما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا انه عطارد رح ينتقل يعني الى برج العذراء في ساعات الفجر وهي من الاشياء الايجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لانه هذا كوكب متحكم فيه اساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا احنا بالمفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في اول درجاتها وهي الشغلات الايجابية انه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه انه الامور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لايلك معناته اعرف انه هون بلشت سنتك وبلشت الاحداث الايجابية اللي تعطيك الايجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى اخر انه احداث الاسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في اشياء ايجابية في اشياء الها علاقة بالقرارات وبرضو في اشياء الها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا انا بالنسبة للي الجميع متعود اني انا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك انت عشان انت تعرف برج الدولة اللي انت عايش فيها او اي دولة انت بدك تهتم فيها تعرف تاريخ تأسيسها او تاريخ عيد استقلالها او العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها او تاريخ تأسيسها هاد هو البرج الخاص في هاي الدولة فاذا حكينا في الابرج اليومية انه فيه سلبية على هذا البرج اعرف انه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج اذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل ايجابية لهذه الدولة معناته بيعمل ايجابية لهذه الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك اما اجي اقولك انا في علم الفلك انه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بدي يصير معاه هيك وانا بدون ما احسب له بس ان هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بدو يهتم بتوقعات سياسية دائما ياخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الو علاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكيك اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء الشغلات اللي زي هيك او شغلات الهال مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات السياسية للدول عشان ما نطول حكي لانو في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا بضرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج الاسد طبعا اول شي رح نحكي عنه عن الشمس وعطارد اللي موجود عندك اللي يعني شوي بتشكل نوع من انواع الزوايا اول اشي زوايا ايجابية وزوايا سلبية اول الزاوية الايجابية اللي هي التثليث اللي جاي مع المريخ والزاوية التربيع اللي مع اورانوس يعني فهنا في عنا تقلب حاد على المستوى الشخصي لحظات الاجواق بتكون جيدة لحظات مدعوم بالثقة بالنفس عندك رغبي بانجاز كثير من الامور والتحرك والانطلاق نشاط عالي وبرضو سرعة بديها وعالية جدا ولكن اللي بصير انه في لحظات بتتوتر وبتعصب وبتتقلب في مزاجك او بتتحسس من بعض ردات او ردات فعل هيك حساسية هيك من تصرف اشخاص معينين فعشان هيك بتقلب المزاج عندك بسرعة هائلة جدا فحاول قدر الامكان انك تضبط نفسك من التقلبات اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا نحكي عن الجدي اللي موجود في المريخ افوا موجود في المشتري موجود في بلوتو موجود في زحل والثلاثة بيتراجعوا فهدولا بيأثروا بشكل سلبي على اشي الو علاقة بالعمل بيجيبوا مشاكل على مستوى العمل اعمال ما بتمشي بسهولة بصير نوع من انواع الاضطراب او الضغط عليك او المشاكل اللي بتعيق انجاز بعض الاعمال وبرضو تعطي نوع من انواع الاهتمام على المستوى اللي له علاقة بالصحة او مشاكل على مستوى الصحة او تقلبات فعشانك اذا شعرت باي شيء اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك وما تتأخر اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا منحكي عن نبتون نبتون اللي له علاقة بالقضايا بالاموال المشتركة له علاقة بالغيبيات له علاقة بالقروض بالديون فهو شوي بيسبب لك نوع من انواع التوتر وبتجيب لك بعض المشاكل اللي علاقها ببعض الامور المالية ممكن تقلق من وضع مالي مستقبلي ممكن شوي تحسب حساب يعني غير مبرر او مبالغ فيه من المخاوف على تراكم ديون او عدم القدرة على انجاز الوضع القادم ممكن الناس تنصب عليك بالفترة هاي او تحتال عليك او تستغلك ماليا او يتم مواجهتك او مهاجمتك على امور مالية فبدك تكون حذر من هاي النقاط وبرضو ممكن تحمل بعض التعطيلات على مستوى اموال مشتركة او امور الها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين اما بالنسبة للبيت التاسع فحكينا ان المريخ بشكل زاوية سلبية وزاوية ايجابية فهو بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب ممكن تتعرف على بعض الاشخاص او يدعموك في مسائل معينة ممكن تهتم بامور الها علاقة بالسفر او بقضايا قضائية او اوراق قانونية او معاملات او دراسة او مؤسسات تعليمية مثلا ولكن بالمقابل ممكن تظهر بعض المشاكل اللي الها علاقة في هاي الامور خلال هاي الفترة حسب تواجد القمر والزوايا اللي رح يرتبها فممكن تظهر هاي الخلافات حاول قدر الامكان برضو انك تحكم عقلك ممكن الفترة هاي ترغب بموضوع مطالعة او دراسي او الخوض في مجال يعني شوي بتطلب نوع من انواع الثقة بالنفس والجراءة اما بالنسبة لبيتك العاشر فهنا طبعا اورانوس بده يبدأ بعملية التراجع فهاي بتخلي في عندك نوع من انواع المشاكل على مستوى العمل على مستوى السمعة بتظهر لك بعض الخلافات او الاشياء اللي ممكن تشوه سمعتك او اتهامات او اشخاص يتمادوا عليك بالفترة هاي او يحاولوا انهم يهاجموك بدك تكون حذر وجاهز وفي نفس اللحظة ردك يكون جاهز ودليلك في ايدك ما تخالف ما تجازف ما تخالف القوانين اهم اشي وما تجازف بسمعتك ما تراهن على زملائك في مكان العمل بدك تكون حذر من بعض التقلبات او بعض الاشخاص اللي يتآمروا عليك في مكان العمل اما بالنسبة لبيتك اتناعش فهنا بنحكي احنا عن الزهرة الزهرة بتدعمك هنا على مستوى العمل بتحميك تعطيك نوع من انواع الحماية فممكن تتفوق اكثر على بيتك العاشر يعني بتحميك في مكان السمعة انت جاهز ردك جاهز برضو في الحماية هاي بتساعدك على امور الها علاقة بالوضع الصحي يعني ما تقلق على الوضع الصحي ممكن انه تظهر بعض الانتكاسات اللي بتكون هيك مفاجئة ولكن سرعا ما انها بتتلاشى وبتنتهي برضو الفترة هاي بتحمل نوع من انواع القلق او الحزن فعشان هيك بتكونوا حذرين من التطورات اوصلنا للتوقعات الاسبوعية طبعا الاسبوع هذا متقلب باحداثه بشكل متسارع جدا فعشان هيك بتكونوا متبهين ومركزين معي عشان تفهموا كيف مجريات الفترة القادمة بداية الاسبوع رح تكون جيدة ولكن من يوم الجمعة الاجواء رح تضغطك شوي بعد ان بترجع لصالحك حتى نهاية الاسبوع من عصر امس الاربعاء القمر موجود بالجوزاء حتى منتصف ليل يوم الجمعة على السبت بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا لاصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم اهمش انك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك تتكيف بسهولة مع الظروف والاحداث وبتشارك بفعاليات معينة او زيارات او ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة من منتصف ليل يوم الجمعة على السبت القمر بصير موجود في السرطان حتى سباح يوم الاثنين فعشان هيك هاي الفترة سلبية جدا القمر بكون متواجد في بيت المتاعب عندك بسيطر التعب عليكم انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل او المرض خلال هاي الفترة تفشل اعمالك في حصد النجاح او بيخيب امالك لتراجع او لالغاء امر معين في اللحظة الاخيرة من صباح يوم الاثنين هنا القمر بصير موجود عندك في الاسد حتى صباح يوم الاربعاء تبدأوا اليوم فترة افضل من سابقتها وبتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي وتوضيح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم تشعر بالحماسة الفائضة وبتنشغل بوضع حجر لأساس لمشروع جديد بتملك افكار باهرة وحلول مذهلة بتبدأ صفحة جديدة في حياتك يعني الفترة هاي بدأت انت مرحلة لصالحك بشكل كبير من صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة خففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة او الضياع ممكن تناقش موضوع مالي بالفترة هاي ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر اموالك كون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحدد اهدافك بشكل واضح من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الميزان فبتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع اخ اوجار بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهمش انك ما تتردد بالتحرك واستغلال الامور الايجابية اللي بتكون لصالحك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء